كل مرة في رمضان وقبل رمضان كنت بقول هذا الكلام وبحذر هذا التحذير انه يا جماعة خلوا بالكو شوية خشة شوية دم شوية حساسة شوية احترام لشهر رمضان اذا كان هو ده لنا كنت بقول لكم عليه من شوية ان شهر العبادات والصم و شهر ايماني روحاني ديني بامتياز يبقى ما ينفعش ان احنا نفتح فيه في الدراما والاعلانات على البحر بامتياز كمان يعني نختشي وانا النهاردة في منتهى السعادة لانه مبارح المجلس الاعلى للإعلام وعشان كنت بقول لكم زمان ان انا كنت نفسي يبقى فيه مجلس يبقى فيه جهة يبقى فيه هيئة تنظم الاعلام وتدين الاعلام وتشرف على الاعلام وتراقب الاعلام وتعاقب المخطئ في الاعلام وقت الفوضى بتاع الاعلام من 2011 وبعدها الحمد لله ولد لدينا هذا المجلس بهيئتي مجلس الاعلى تنظيم الاعلام وهيئة الوطنية للإعلام وهيئة الوطنية للصحافة المجلس القاعدة تنظيم الإعلام نزل بيان تحذيري تنبيهي أصدر المجلس القاعدة تنظيم الإعلام بالأمس بيانا تحذيريا تنبيهيا بيقول فيه إيه بيقول فيه الآتي يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام فرض لعقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية والميثاق الشرف الإعلاني في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتناولها الإعلام وبالأخص خلال شهر رمضان وطلب المجلس شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال الشهر الفضيل وشدد المجلس على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التي تخالف القيم المصرية وروحانيات الشهر الفضيل والتي تتضمن مشاهد خادشة للحياة وأهاب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك أو يخالف ميثاق الشرف الإعلامي بيان في مكانه وفي محله وفي وقته والبيان ده أنا حابب أن أحط له عنوان كده من عندي اسمه قد أعذر من أنظر قد أعذر من أنظر يعني أنا أنظرتك ههو فملكش عزر عندي الكلام ده لو أنا قلته بعد رمضان تقول لي أوف ما خدتش بالي طب ليه ما قلتنيش طب ليه ما حذرتنيش ده أنا خلاص أصلي عرضت وبتاعه لا قبل ما نعرضه قد أعذر من أنظر وأنا أتمنى أن المجلس يبقى في منتهى الدقة في متابعة كل الأعمال الدرامية والإعلانية والمسلسلات الدرامية اللي حتعرض في كل الشاشات ويتخذ معها إجراءات في منتهى الصرامة إذا ما خلفت ذلك وطبعا الأمثلة كتيرة أنا مش عايز أرجع لها الأمثلة كتيرة جدا لبعض المسلسلات وبعض الإعلانات اللي تحس استغفر الله العظيم من كل ضمن عظيم يعني تحس إن الناس اللي عملوها أصدين أصدين يأباحوا في رمضان أصدين يلحمة كتير في رمضان أصدين انحلال كتير في رمضان سواء بمشاهد أو بألفاظ أو بإحاءات أو حتى برسائل ضمنية فلا عايزين بقى كبريهات في رمضان في المسلسلات يعني والحاجات دي لا عايزين كبريهات ولا عايزين رأس ولا عايزين مخدرات ولا عايزين ضرب ولا عايزين ألفاظ أبيحة ولا عايزين إحاءات جنسية ولا الكلام اللي بقى اللي المسلسلات والإعلانات بتتعمد إنها تعمله وكأنه نوع من العند فعلى كل مخرج معلش بأنا عارف إنه هو